طبعا حضراتكم عارفين كنا يعني حتى من بارح بنتكلم معاكم في التفصيلة دي نبتدأ من النهاردة ان شاء الله حينطلق بقى معسكر الفريق النهاردة في النمسا ومع هذه الانطلاقة احنا كده بنقرب اكتر واكتر من موعد اول بطولة في الموسم وهي بالمناسبة مباراة السوفر الافريقي طبعا ده حنلعبها ان شاء الله قدام اتحاد العاصمة الجزائري يعني النادي الاهلي قبل الدخول في منافسات بطولة الدوري العام هيكون عنده تحدي واثنين تحديات افريقية كبيرة جدا وممكن جدا ان شاء الله لو ربنا اراد ان احنا نحقق لقبين مهمين جدا كأس السوفر الافريقي ودوري السوفر الافريقي بس طبعا لازم ناخد الموضوع بجد وده بطبيعة الحال اللي عاملينه طبعا كل اللعيبة وجهاز الفني وان شاء الله الجهاز الفني بخيادة مستر كولر بإذن الرحمن ومع مجموعة اللعيبين اكيد كلهم عندهم الرغبة في استغلال الدفع المعنوية الكبيرة اللي اتحققت في الموسم اللي فات بالفوز بكل البطولات المحلية والقرية اللي كانت متاحة يا مريم واللي شاركت فيها الموسم اللي كانت موسم استثنائي بصراحة يا كريم زي ما احنا شفنا وتابعنا يمكن اطلقنا عليه اهل استثنائي خلال الفترة الغضية وعايز اقولك ان احنا يعني ان شاء الله لو حققنا السوفر ده ان شاء الله بإذن الله هيكون تلاتة سوفر في سنة واحدة يعني اتنين سوفر حققناهم في الموسم واللي فات او المنقضي وهيكون فيه سوفر جديد فتلاتة سوفر في سنة واحدة يعني مفيش كده عظمة الحقيقة من بوقك لباب السابق